السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الخميس 6 حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورح يظل طبعا لغاية ظهر يوم الغد الجمعة الساعة 12 واربعين دقيقة لا ينتقل القمر من الجوزاء لبرج السرطان القمر الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 22 وخمس دقائق من عصر اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء معناته خلال هذا اليوم منشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن منتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة أقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنهدي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس يعني بداية ولادة الهلال أو بداية الشهر الجديد طبعا الشهر القمري بما أنها هي زاوية اقتران معناته زاوية إيجابية رح تكون الساعة 12 و37 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش من بعد هذا الوقت أي حد بيبدأ بشيء جديد بيحصل نتائج إيجابية بخلال الفترة ما بين هذا اليوم وأسبوعين قادمات اللي هي مراحل اكتمال القمر منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بسبب هاي الزاوية بنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وخمسة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا إنه نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع السلبي اللي رح تكون بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وثمانتاشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش من واجه مصاعب عرقية اللي بتطلب منا إنه نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوذ بيفتقر البعض لشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة من كون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن مراجعة طبية أو فحصات أو علاجات أو إذا شعرنا بشيء غير اعتياني أن راجع الطبيب الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائي والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لآخر يوم لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية ويصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء خلو المسار ذكرنا ورح يكون يوم الغد الجمعة بيبدأ الساعة 12 و 15 دقيقة ظهرا بتوقيت جرانيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 12 و 40 دقيقة بعد الظهر أو ظهرا بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره 28 يوم الساعة وحدة و 58 دقيقة فجرا منبدأ باليوم التسعة وعشرين نسبة الإضاءة صفر بالمية ساعات منتصف الليل أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة سعيد الآن بنسبة سبعين في المية في ساعات الصباح سعيد بنسبة مية في المية القمر في الجوزاء حتى يوم سبعة ستة سعيد الآن بنسبة مية في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة سبعين في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة ثلاثين في المية أما في ساعات المساء سعيد بنسبة عشرة في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم سبعة ستة سعيد الآن بنسبة سبعين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة ستين في المية ولكن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة مية في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة ستة منتحس بنسبة عشرة في المية المريخ في الحمل حتى يوم 9 ست سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم واحد 9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيت راجع حتى يوم 29 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل تنشطوا بالسفر والاتصالات خلال هذا اليوم أهم شيء تفاوضوا بثقة وجراءة وحاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم ولكن بتكون تتجنبوا الكلام اللاذع وخصوصا في ساعات المساء ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال فعشان هيك بدك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق رغم أنك أنت بتتمتع بالنشاط العالي وقدرة على إنجاز كثير من الأمور كما أنه عندك قدرة على الإقناع ممتازة وفي بعض مواليد برج الحمل ممكن يهتموا بمواضيع تتعلق بسيارة أو بإلكترونيات برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم خلال هذا اليوم ولكن بتكون تتجنبوا النفقات ممكن تهتموا لوضع مالي أو تخذوا تجربة مهمة بتمتحن موقعكم وخبراتكم أهم هاي الأموال بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم لكن ما تجازفوا بأموالكم أو باستقرار وضعكم المالي تريث حتى تتوضح الأمور وما تبالغ بمصاريفك وإحذر من المنافقين ورتب وضعك المالي برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعا اليوم أنتوا عندكم قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها طاقتكم عالية جدا وحيويين جدا بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات وبدك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهردافك وأولوياتك وباستطاعتك استعد موقعك أو إنجاز الكثير وممكن اليوم تسمع خبر كنت بتنتظره أو اتمم أمر كنت بدأت فيه من قبل برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا بنال التعب منكم اليوم لأنه القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ظهر يوم الغد فبدك تضعوا سلة من الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم طبعا القمر لما بيكون ببيت المتاعب بيشير لركود وتأخر في سير بعض الأمور فبدك تحذره من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيدة عن الأضواء وما تختلق أعذار للهروب من المسؤوليات والمهمات حاول أنك تعمل بشكل روتيني بدون ما تتخذ قرارات أو خطوات مصيرية برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطه اجتماعيا وبتلتقه لأصدقاء وتعتبر هاي الفترة فترة مناسبة لطلب استشارة أو طلب تأييد من أحد الأطراف أهم مش إنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بمناسبة معينة أو بفعالية معينة على المستوى الاجتماعي النشاط ممتاز جدا ولكن حاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ظهر يوم الغد برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتكونوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل خلال هذا اليوم قدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ وبرضو حاول أنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة تعتبر هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وقل إرباك إذا أنت كنت جاهز يعني اليوم برضو ممكن يكون في نوع من الأشياء المميزة بالنسبة لك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد لأنه اليوم هذا مميز وهو يعطي طاقة عالية جدا لأكتساب العلامات أو المراتب هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة أو تنشط بأوراق أو معاملات تتعلق بالسفر هاي فترة بتسهل كثير من الأمور عليك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي بشجعك للانضمام لنادي أو جمعية أو دراسة جديدة أو أخذ دورة تتعلق بتطوير الذات برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب تقدروا اليوم تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة اللي هي الأموال اللي بيكون معك شريك فيها وحاول أنك ما تسمح لأي شخص بالتشكيك بقدراتك وما تكون جارح الكلام بل فاوض بهدوء ممكن تهتم بمسائل تتعلق ببنك أو ضريبة أو تأمين ولكن إذا كتكون حريص على حقوقك بتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة اللي تبرر من خلالها أخطائك برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي الفترة فترة صعبة شوي بتثقل خلالها الهموم لأن القمر مقابلك تماما عشانه يكون عندك كثير من المسؤوليات على مستوى الشراكة على مستوى العلاقة الزوجية على مستوى حتى شراكة المال أهم شنك ما تنفع لو حول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا بتكون تواصلوا أعمال كل بدأتوا فيها من قبل وتنتبهوا لصحتكم وحاذروا من التراجع الصحي لأن القمر ببيت العمل والصحة فما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم انجز الأعمال الضرورية والمهمة أولا ثم انتقل لعمل آخر كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت وتجنب إثارة العدوات وخصوصا مع زملائك بالعمل وما تهمل وضعك الصحي واخذ قسط من الراحة واهدأ وكون عند حسن الظن بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا تصبح لأجواء أكثر سهولة اليوم ممكن تمارس هواية أو لقاء عاطفي أو مصالحة أو تقارب ما بينك وبين أحد الأبناء ممكن يظهر لك اليوم لقاء طارق مع أحد الإخوة قدم المساعدة والدعم اللازم هذه فترة ناجحة ومطمئنة على جميع المستويات برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بتنهم كل يوم بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم مش إنهم ما تتهربوا من المسئولية حتى وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير وما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح هذه فترة مناسبة للارتباط أو استئجار بيت أو ديكور بيت أو مقتنيات بيت وممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية أو عائلية أو بيتية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر